بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوانكم في تسديلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة يسرهم أن يقدموا لكم هذه الخطبة والتي هي بعنوان دروس من غزوة تبوك لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلَّم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيما أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأن نُقدِّم لأنفسنا أعمالًا تُبيِّض وجوهنا يومًا ألقى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم ثم أعلموا علم يقين أن حكمة الله اقتضت أن يكون الحق والباطل في خلافٍ دائم وصراعٍ مستمرٍ إلى أن يرِث الله الأرض ومن عليها كل ذلك ليميز الله الخبيث من الطيِّب فمذبذغ نجم هذا الدين وأعداؤه من يهودٍ ونصارى ومُشركين يُحاولون القضاء عليه بكل ما يستطيعون يُريدون ليُطفِئوا نور الله بأفواههم والله مُتمُّ نوره ولو كرِه الكافرون حاول أعداء هذا الدين القضاء عليه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فما أفلَحوا وحاولوا في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فما أفلَحوا ثم في العُصور المُتأخِّرة إلى وقتنا هذا وهم يُحاولون دائبين بالعُنف والصراع المُسلَّح تارًا وبالمكر والخِداع والخُطط والمُؤامرات تارةً أخرى ولسنا مُجازفين والله عندما نقول ذلك فالله يقول ولا يزالون يُقاتلونكم حتى يرُدُّوكم عن دينكم إن استطاعوا والله جل وعلا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبِع مِلَّتَهم هذه شهادة الله على أعدائنا بما يُريدونه منا وأيُّ شهادةٍ أعظم من شهادة الله وأصدق والتاريخ في ماضيه وحاضره يشهدُ بذلك لكن أنا لهم أن يُفلِحوا ما تمسَّكنا بكتابنا وسُنَّة نبينا محمدٌ صلى الله عليه وسلم كلُّ العِدى قد جنَّدوا طاقاتهم ضد الهُدى والنور ضد الرفعة إسلامُنا هو درعُنا وسلاحُنا ومنارُنا عبر التجاف الظلمة هو بالعقيدة رافعٌ أعلامه فامشي بظلِّ لوائها يا أمتي لا الغرب يقصُد عِزَّنا كلا ولا شرقُ التحلُّل إنه كالحيَّة الكلُّ يقصُد ذُلَّنا وهوانَنا أفغيرُ ربي منقِذٌ من شدَّتي عباد الله يوم يُقلِّب المرء صفحات الماضي المجيد ويتدفَّرُ القرآن الكريم متى ينزحُ هذا السوادُ الحالِفُ من الدُلِّ والمسكنة متى ينبري للأمة أمثالُ خالدٍ وصلاح والقعقاع متى تُحيَى في القلوب آلُ عمران والأنفال وبراءَه قل عسى أن يكون قريباً وإنَّا لنرجُ الله حتى كأنَّ ما نرى بجميل الظنِّم الله صانِعٌ عودًا والعودُ أحمد عودًا سريعًا إلى الماضي المجيد لنستلهم منه الدُروس والعِبر في هذا الحاظر العاتر عودًا لسيرة من لم يطرُق العالم دعوةٌ كدعوته ولم يؤرِّخ التاريخ عن مُصلِحٍ أعظم منه ولم تسمع أذنٌ عن داعيةٍ أكرم منه روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوثٍ من البشر عمَّت فضائله كل البلاد كما عمَّ البرية ضوء الشمس والقمر صلوات الله وسلامه عليه ما هطلت الغمائم بتهتان المطر وما هدلت الحمائم على أفنان الشجر العيش في سيرته عيشٌ رغيدٌ سعيد هدايةٌ ونورٌ وحبورٌ وبشرٌ وسرور ما أحرانا ونحن في هذه الأريام العصيبة أن نخترِق أربعة عشر قرنًا لنعيش يوماً من أيام محمدٍ صلى الله عليه وسلم بل ساعةً من سويعاته الثمينة لنأخُذ العبرة والدروس من تلك الساعة في هذه الساعة اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر عودًا بكم إلى السنة التاسعة للهجرة والعود أحمد لنعيش معكم أحداث غزوة العسرة التي تساقط فيها المنافقون وتبت فيها المؤمنون وذلَّ فيها الكافرون ما السبب وما الأحداث ما آيات النبوة فيها ما الدروس المستفادة إليكموها فاسمعوها ووعوها واعتبروا بما فيها واسألوا التاريخ عنا كيف كنا نحن أسسنا بناءً أحمدية بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم تتجمع لحربه ولتهديد الدولة الإسلامية في ذلك الوقت يريدون مبادرته بالحرب قبل أن يبادرهم لكونه قد أذاقهم مرارة غزوة مؤثة التي جلبوا لها مئتي ألف ولم يتمكنوا من إبادة ثلاثة آلاف مقاتل بل ولا هزيمتهم فيال الله كنا جبالًا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارًا عند ذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم ولأول مرة عن مقصده وأعلن التعبئة العام فتجهَّز أقوامٌ وأبطأ آخرون تجهَّز ثلاثون ألف مقاتلٍ قد باعوا أنفسهم من الله وأعلنوا نصرة لا إله إلا الله تساقط المنافقون ومن يريد الله فتنته فلن تجد له سبيلاً ها هو أحد المنافقين يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم له هل لك في جلاد بني الأصفر يعني الروم فيقول يا رسول الله اذلِّي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجلٍ أشدَّ عجبًا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر فرَّ من الموت وفي الموت وقع أعرض عنه صلى الله عليه وسلم وعذره لكن الذي يعلم خائنة الأعين والذي لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء فضحه وأذلَّه وأنزل فيه قرآنًا يُتلى ومنهم من يقول اذلِّي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطةٌ بالكافرين ويتخلَّف أناس آخرون عن الخروج لا رغبةً بأنفسهم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غلبتهم نفوسهم لصعوبة الضر واشتداد الحر قد آن أوان الرُّطَب وظلال الأشجار فاعتذروا بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل عذرهم وتاب الله عليهم وأرجأ توبة ثلاثةٍ منهم امتحانًا لهم فمحصوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحُبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنُّوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه ثوَّب الرحيم ويأتي سبعة رجال مؤمنين صادقين لكنهم فقراء لم يجدوا زادًا ولا راحلًا وعزَّ عليهم التخلُّث نيَّاتٌ صادقة لكن ليس هناك عُدَّة فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله لا زاد ولا راحلًا ويبحث لهم صلى الله عليه وسلم عن زادٍ ولا راحلًا عن زادٍ وراحلًا فلا يجدوا ما يحملهم عليه فيرجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا أن لا يجدوا ما ينفقون يا لله ظلُّ السيف للمسلم مثل ظل حديقةٍ خضراءةٌ بت حولها الأزهار وتدنو ثمار المدينة ويشتدُّ الحر ويبتلِ الله من يشاء من عباده أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمَنَّا وهم لا يفتنون ويخرُج صلى الله عليه وسلم ويستخلِف على أهل بيته عليًّا رضي الله عنه ويُخيِّم صلى الله عليه وسلم في ثنيَّة الوداع ومعه ثلاثون ألفا ويأتِي المنافقون الذين لا يترُفون دسائسهم وإرجافهم على مر الأيام يُلاحِقون أهل الخير والاستقامة يلمِزون ويهمِزون ويتنذَّرون ويسخرون سخِر الله منهم ويستهزئون والله يستهزئُ بهم يأتون إلى علي رضي الله عنه ويقولون ما خلَّفَك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استثقالًا لك يُريد التخفُّف منك وعليٌّ بشر تأثَّر لذلك ولبِسَ دِرْعَة وشهرَ سيفَه يُريد الجهاد في سبيل الله ويلحقُ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتنِق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله زَعَمَ النَّاسُ أنَّكَ استثقلتَني فخلَّفتَني في النساء والصبيان فتهرَاقُ دُموعُه صلى الله عليه وسلم ويقول كذب يا علي فاخلُفني في أهلك وأهلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيَّ بعده فيقول بلسان الحال بلى رضيت بلى رضيت وعاد رضي الله عنه يدعو جهارًا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار وقبل مسير الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تقوم فرقة للصد عن سبيل الله تخبِّط الناس بعد أن اجتمعت في بيت أحدها تقول وهي تزهِّد في الجهاد لا تنفِروا في الحر تشكِّك في الحق وترجِه برسول الحق ويتولَّى الحق سبحانه الرد وقالوا لا تنفِروا في الحر قل نار جهنم أشدُّ حرًّا لو كانوا يفقهون هم في مؤامرة الصد عن سبيل الله ويأمرُ صلى الله عليه وسلم بإحراق البيت عليهم وينفِّذ ذلك الأمر طلحة رضي الله عنه فيقتحمون الأسوار خوفًا من نار الدنيا فتنكسر رجلُ أحدهم ويفرُّ الباقون ويعزُّ جندُ الحق رغم أنوفهم ويخيبُ كل منافقٍ حواني ويتوجَّه صلى الله عليه وسلم ويمرُّ بديار ثمود وما أدراكم ما تلك الديار ديارٌ غضب الله على أهلها فتلك بيوتهم خاوية وآبارهم معطلة وأشجارهم مغطعة فيدخلُها وقد غطَّى وجهه وهو يبكي ويقول لجيشه لا تدخلُوها إلا باكين أو متباكين لألا يُصيبَكم ما أصابَهم يا لله هذه أرضٌ سكنها الظلمة فقولوني بالله فيمن يُجالس الظلمة ويُؤيِّد الظلمة ويركنُ إلى الظلمة ويكونُ لهم أنيسًا ولسانًا وصاحبًا كيف يكونُ حالُه ألا يخاف أن يغضب الله عليه فيأخذه أخذ عزيزٍ مُقتدر ولا تركنُوا إلى الذين ظلموا فتمسَّكُموا النار ويستسقِ الناس من بئرٍ في ديار ثمود فيقول صلى الله عليه وسلم لا تشربوا من مائها ولا تتوضَّؤوا منه للصلاة وما عجنتُم من عجينٍ بمائها فاعرفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا ففعلوا امتثالًا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الغروب يُعلِن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سوف تهبُّ رياحٌ شديدة فلا يخرج أحدٌ من مخيمه إلا مع صاحب الله حتى تهدأ الريح وخالف أمره رجلان من المسلمين لضعفٍ في إيمانهم خرج أحدهم ليقضي حاجته فخنقته الجن عند حاجته وخرج الآخر في طلب بعيرٍ له فاحتملته الريح حتى طرحته في جبال طي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي أصيب بخنق الجن فشُفِي فكانت هذه آية من آيات نبوَّته صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فسُلِّم للنبي صلى الله عليه وسلم عند عودته إلى المدينة لا زال صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك قد بلغ به الجوع والتعب والإرهاق مبلغًا عظيمًا لكن في سبيل الله يهون ومع السحر ينام من التعب صلى الله عليه وسلم على دابته حتى يكاد يسقط كما في صحيح مسلم فيقترب منه أبو قتاد فيدعمه بيده حتى يعتدل ثم يميل أخرى فيدعمه أبو قتاد حتى يعتدل ثم يميل ميلةً أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد يسقط فيدعمه بيده فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم ويقول من هذا؟ قال أنا أبو قتاد فيكافئه فبمكافأه قال حفظك الله بما حفظت نبي الله يا أبا قتاد يقول أهل العلم فوالله ما زال أبو قتاد محفوظًا بحفظ الله في أهله وذريته ما أصابهم سوء حتى ماتوا وهذا درسٌ عظيم فإن من حفظ الله حفظه الله لا خوف عليه إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء وما جزاء الإحسان إلا الإحسان وينزل صلى الله عليه وسلم والمؤمنون منزلاً يقول عمر في ذلك المنزل وقد أصابنا عطشٌ عظيم حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرته فيشرب وتظل راحلة النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج أصحابه يبحثون عنها فيقوم أحد المنافقين فيقول يزعم محمد أنه نبي ويخبركم بخبر السماء وهو الآن لا يدري أين ناقته ويأتي جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبر ويقول إن رجلاً منكم يقول إن محمدًا يزعم أنه نبي ويخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني عليها وقد دلني الله عليها يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هي في هذا الوادي في شعب كذا قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بها فذهبوا فوجدوها كما ذكر صلى الله عليه وسلم وظهرت آية نبوته وفضح هذا المنافق وطرد عدو الله من جيش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمضي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك ويتخلف عنه بعض المسلمين فيقول الصحابة فلان تخلف يا رسول الله فيقول دعوه إن يكو فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه ويتأخر أبو ذر بعيره هزيم أبطأ به بعيره فترك بعيره وأخذ متاعه وحمله على ظهره وينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله على الطريق وينظر ناظر المسلمين ويقول يا رسول الله رجل يمشي على الطريق وحده متاعه متاعه على ظهره فقال صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر كن أبا ذر فيتأمل الصحابة ثم يقولون هو والله أبو ذر يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده وتمضي الأيام على هذه المقولة وتمضي الأعوام وينفى أبو ذر إلى الربذة ويحضره الموت هناك وليس معه إلا امرأته وغلامه وقبل موته أوصاهما أن يغسلاه ويكفناه ويضعاه على الطريق وأول ركب يمر بهم يقولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على دفنه ويفعلان ذلك ويأتي عبد الله بن مسعود في رفط من أهل العراق ليعتمروا وما راعهم إلا الجنازة على قارعة الطريق كادت الإبل أن تطأها عندها قام غلام أبي ذر وقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على دفنه فاندفع عبد الله بن مسعود باكيا يقول صدق رسول الله تمشي وحدك وتموت وحدك ثم نزل هو وأصحابه فدفنوه ودموعهم تحراق على خدودهم وليس الذي يجري من العين ماءها ولكنها روح تسيل فتقفر وينتهي المسير بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ويقيم بضع عشرة ليلة حافلة بالأحداث المثيرة روى البيهقي من حديث يزيد بن هارون أنه صلى الله عليه وسلم لما نام ليلة في تبوك أتاه جبريل عليه السلام وقال يا رسول الله قم صل صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليذي فقد توفِّي بالمدينة من يا ترى معاوية صالح عابد يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب وكأن صلى الله عليه وسلم يتساءل لما فأخبر أنه كان يقرأ قل هو الله أحد قائما وقاعدا وعلى جنب بالليل والنهار وقد توفِّي بالمدينة وصلِّي عليه هناك وشهد الصلاة عليه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك فلا إله إلا الله قام صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وكان قد سافر صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وهو مريض فهنيئا له دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة الملائكة عليه لا زالت الأحداث المثيرة تتوالى في تبوك يقول ابن مسعود رضي الله عنه ونمنى تلك الليلة وانتبهت في وسط الليل فالتفتت إلى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراش أبي بكرٍ فلم أجده إلى فراش عمر فلم أجده وإذ بنارٍ وسط الليل تضيء آخر المعسكر فذهبت أتبعها فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفر قبراً ومعه أبو بكرٍ وعمر وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم سراجٌ بيده قد نزل وسط القبر قال قلت يا رسول الله من الميت قال هذا أخوك عبد الله ذو البجادين من هو؟ إنه أحد الصحابة حلَّت به سكرات الموت في الليل فقام صلى الله عليه وسلم وشهد موته وودعه ودعاله وحفر قبره بيده الشريفة وأيقل أبا بكرٍ وعمر يقول ابن مسعود فوالذي لا إله إلا هو ما نسيت قوله صلى الله عليه وسلم وهو في القبر وقد مدَّ ذراعيه لذي البجادين وهو يقول لأبي بكرٍ وعمر أدنيا إلي أخاكما فدلَّياه في القبر ودموعه صلى الله عليه وسلم تتساقط على الكفن ثم وقف صلى الله عليه وسلم لما وضعه في القبر رافعًا يديه مستقبلاً القبلة يقول اللهم إني أمسيت عنه راضياً فارضعًا يقول ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة لأنال دعاءه صلى الله عليه وسلم من هو ذو البجادين إنه صحابيٌ جليلٌ أسلم وكان تاجراً فأخذ أهله وقومه ما له كله لأنه آمن وهم يريدون له الكفر أخذوا حتى لباسه فذهب فما وجد لباساً غير شمله قد طعها إزارًا ورداءً بجادين وفرَّ بدينه يريد الله والدار الآخرة قدم على المصطفى صلى الله عليه وسلم في البجادين وأخبر صلى الله عليه وسلم بخبره فقال تركت مالك لله ولرسوله أبدلك الله ببجاديك إزارًا ورداءً في الجنة أنت ذو البجادين فلقب من تلك اللحظة بذي البجادين وكان مصرعه في تبوك ومضى الركب وخلفوه هناك لكنهم يجتمعون معه في جنة عرضها السماوات والأرض يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ويقيم صلى الله عليه وسلم بتبوك ويدنوا من الروم ويفزعهم ويكاتب رسلهم ويفرض عليهم الجزية وهم صاغرون ولم يلقى كيدًا منهم لأن الله قد نصره بالرُعب مسيرة شهر فلم يقرب إليه الروم خوفًا وفزعا وقد كانوا قبل قد عزموا على غزوه في عُقر داره إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدًا فمهل الكافرين أمهلهم رويدًا ويرسل صلى الله عليه وسلم خالدًا على رأس أربعمائة مجاهدٍ في سبيل الله إلى أكيدر ملك دومة الجندل ويخبر صلى الله عليه وسلم خالدًا أنه سيلقاه يصيد بقر الوحش خرج خالد ولما بلغ قريبًا من حصنه وجده قد خرج للصيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلقَّته خيل الله بقيادة خالد فاستأسرت واستلب خالد منه قباءً مخوصًا مخوصًا بالذهب قميصًا مخوصًا بالذهب وبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه فجعل المسلمون يتعجبون من هذا القباء فقال صلى الله عليه وسلم مزهدًا لهم في زُخرف الدنيا أتعجبون من هذا لمَ ناديل سعد بن معاذٍ في الجنة خيرٌ من هذا قدم خالد بالأكيدر وحق ندمه صلى الله عليه وسلم وضرب عليه الجزي لكنه مجرمٌ ولو علم الله فيه خيرًا لأسمعه نقض العهد في عهد أبي بكر فقتله خالدٌ رضي الله عنه وأرضاه وهكذا نصر الله جُنده وأولياءه ورسله وعباده في الحياة الدنيا وينصرهم يوم يقوم الأشهاد عباد الله ويعود صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد إرهاب أعداء الله من نصارًا ويهودٍ ومشركين يعود في يومٍ بهير لتستقبله المدينة لتستقبل نور بصرها صلى الله عليه وسلم يخرج الأطفال في فرحٍ ليُطفُّ على مداخِل المدينة وعلى أفواه الطرقات لاستقبال رسول البرية صلى الله عليه وسلم أصواتهم كما حقق ابن القيم عليه رحمة الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرَّفت المدينة مرحبًا يا خير داع وهنا قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا ولا وطئتم موط أن يغيظوا الكفار إلا كانوا معكم حبسهم العذر قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال نعم وهم بالمدينة ويتبسَّم صلى الله عليه وسلم ويمسح الرؤوس ويقبل ويدعو وهكذا انتصر المسلمون في تبوك على شهواتهم وأنفسهم وبالتال انتصروا على أعدائهم ولينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز هذه غزوة تبوك قائدها محمد صلى الله عليه وسلم جنودها صحابته رضوان الله عليهم عزَّ فيها المؤمنون وسقط المنافقون وذلَّ الكافرون وانهزموا وبالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ينصر المؤمنون والمؤمنون على عناية ربهم يتوكلون لا خوف يرهبهم ولا هم في الحوادث يحزنون اللهم أنت الناصر لدينك والمعز لأوليائك افتح لنا فاتحمُّ بينا وانصرنا نصرًا عزيزًا واجعل لنا من لدنك سلطانًا نصيرًا اللهم ثبِّت أقدامنا وزلزل أعداءنا اللهم أدخِر الغُعب في قلوبهم واستأصِل شأفتهم واقطع دابرهم وآبد خضراءهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وأورِثنا أرضهم وديارهم وأموالهم وكلنا وليًّا وبنا حفيًّا يا من نصرت بماضٍ ضعف أمَّتنا على الطواغيث عجِّل نصرًا الثاني أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسريمًا كثيرًا أما بعد عباد الله ها قد عشتم بعض أحداث غزوة تبوك التي انتهت كما علمتم بنصر المؤمنين ولئن انتهت فمن تهى نورها ومن تهى الدروسها وعبرها ومواعظها ففي كل حديثٍ منها قصة وفي كل قصةٍ عِظة وعبرة وفي كل ذكرًا منها موعِظة لمن كان له قلبٌ أو ألق السمع هل يكفي سرد أحاديث الماضي والتغني بالذكر الغابر هل يُجدِ هذا وقد تشابكت بأمة الإسلام في هذه الأعصار حلقاتٌ من المحن وتقاذفتها أمواجٌ من الفتن وصيح بهم من كل جانب وتداعى عليهم الأكلة من كل فجٍّ لا لا بد أن نستفيد مما مضى لقد كان في قصصهم عبرةٌ لأولي الألباب ما كان حديثًا يُفترى فهاكم بعض دروسها وعِظاتها علَّى الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعوا القول فيتبِع أهسنا وأولُ هذه الدروس أن هذه الأمة أمة جهادٍ ومجاهدةٍ وصبرٍ ومصابرة ومتى ما تركت الجهاد ضُربت عليها الذِّلَّة والمسكنة دعِي المدادَ وسطِّر بالدمِ القانِي وأسكِتِ الفمَ واخطُب بالفمِ الثانِي فم المدافع في صدر العِداتِ له من الفصاحة ما يُزري بسحبانِي وثانيها أن الله كتب العزة والقوة لهذه الأمة متى ما صدقت وأخلصت فها هي دولة الإسلام الناشئة تقف في وجه الكفر كله بقواه المادِّية فتهزمه وتنتصر عليه ولينصُرَنَّ الله من ينصُره ومن هذه الدروس أنه ما تسلَّل العدو سابقًا ولاحقًا إلا من خلال الصفوف المنافقة ولم يكن الضعف والتفرقة في هذه الأمة إلا من قِبل أصحاب المسارِك الملتوية لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمَّاعون لهم ومنها أن مواجهة الأعداء لا يُشترط فيها تكافؤ القوى يكفِي المؤمنين أن يُعدُّوا أنفسهم بما استطاعوا من قوة ثم يثِقوا بالله ويتعلَّقوا به ويثبُتوا ويصبِروا وعندها يُنصَروا فها هو سلفهم ابن رواحة يقول والله ما نقاتلُ الناس بعددٍ ولا عُدَد وما نقاتلُهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ومنها أن الحق لا بدَّ له من قوةٍ تحرُسه لا يكفي حقٌّ بلا قوة فما هو إلا الوحي أو حدُّ مُرهَفٍ تُقيمُ ضُباهُ أخدَعِ كل مائلٍ فهذا دواءُ الدائمٍ كلِّ جاهلٍ وهذا دواءُ الدائمٍ كلِّ عاقِلٍ دعَ المُصطفى دهرًا بمكَّة لم يُجبُّ وقد لانَ منهُ جانِبٌ وخطابٌ فلما دعَى والسيفُ بالكفِّ مُصلةٌ لهُ أسلموا واستسلموا وأنابُوا ومنها أن الأعداء لن يركنوا إلى السُكون ولن يصرفوا أنظارهم عن دولة محمدٍ صلى الله عليه وسلم سابقًا ولاحقًا فهم يُجمعون أمرهم وشُركاءهم ويُعمِلون مكرهم ودسائسهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في نهاية هذه الغزوة ها هي مُآمرةٌ دنيئة يقوم بها أدنياء السفلة عددهم إثنى عشر شقيًا منافقًا تواطأوا على قتل محمدٍ صلى الله عليه وسلم وتنفيذ الخُطة في تقديرهم بمُضايقته في عقبةٍ في الطريق إلى تبوك ليسقط من على راحلته فيهلِق على حدِّ زعمهم ويصلُ إلى العقبة تحُفُّه عناية الله ورعاية الله حُذيفةُ آخِذٌ بخطام ناقته وعمارُ يسوقُها وإذ بالأشقياء يعترضون الناقة لينفِّذوا مُخططَ الشقاء والعار فيصرُخُ فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيُولُّوا مُدبِرين ويحفظُ الله سيِّد المرسلين وينزِل الله قوله في المنافقين وهمُّوا بما لم ينالوا ويرسِلُوا بعدها صلى الله عليه وسلم عليهم سهماً إلى الحيِّ القيُّوم الذي لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء إذ يدعُوا الله عليهم أن يُهلِكَهم فيُصابُ كل واحدٍ منهم بخراجٍ يخرُج في ظهر الواحد منهم ويدخُلُ إلى قلبِه فلم ينجُ منهم أحد فإلى جهنَّم وبئسَ القرار ومن دسائس أعداء الله أنهم أرسلوا لكعب بن مالك رضي الله عنه يوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرِه أرسلوا إليه يقولون له بلغنا أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله بدار هوانٍ ولا مضيعة فالحق بنا نواسِك لكن كعباً مؤمنٌ علم أن هذا من الابتلاء فيمَّم التَّ النور فأوقدَه بالرسالة وما كيد الكافرين إلا في ظلال عباد الله هذا هو ديدًا وأعداء الإسلام في الغابر والحاضر في كل زمانٍ ومكان يتحسسون الأنباء ويترصَّدون ويتربَّصون بالإسلام وأهله وكم من أقدامٍ في مثل هذا ذلَّت وكم من أرجلٍ في مثل هذه الأوحال قد انزلَقت أما كعب فيمَّمها التَّ النور وسجَّرها وكم في الأمة من أمثال كعب فَدَتْ نَفْسِي وَمَا مَلَكَتْ يَمِينِي فَوَارِسُ صَدَقَتْ فِيهِمْ ظُنُونِي ومن هذه الدروس إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرَّةٍ أقوى وألف مهنَّد قضى الله أنه متى ما حادت الأمة عن عقيدتها وتعلَّقت بهذا أو بذاك إلا وتقلَّبت في ثنايا الإهانات والنكبات والنكسات حتى ترجع إلى كتاب ربِّها وسُنَّة نبيِّها من يتَّقِ الله وينصُر دينه لا بدَّ في ساحِ المعارِك يُنصَرُه ألا وإن من أعظم الدروس وليكن الأخير من غزوة تبوك والمسلمون يمرُّون بأحداثهم المعاصرة ومتغيِّراتهم الحثيثة إنه الدرس الجامع إنه الدرس الجامع الذي يكون من محراب الجهاد وكفى من محرابه تنطلق قوافل المجاهدين بالجهاد تردُّ عاديات الطغيان فيكون الدين لله ولا تكون فتنة جهادٌ بالمال والنفس واللسان والسنان ويبقى دين محمدٍ صلى الله عليه وسلم مهيمنا فيا أمة الإسلام في كل زمانٍ ومكان اتَّقوا الله وأجبعوا أمركم وذودوا عن دينكم ومحارِمكم فإن من لا يذود عن دينه ومحارِمه ولا يمتصر لدينه ذليلٌ حقيرٌ غير حقيقٍ بالعزة بل لا تحلُّ له الحياة اصبروا وصابروا ورابطوا وبما تمسَّك به أسلافكم تمسَّكوا جاهدوا كجهادهم واصبروا كصبرهم وتوكَّلوا على الله وثِقوا بالله واطمئنوا وأبشِروا والعاقبة للمتَّقين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جُندَنا لهم الغالبون خذوا إيمان إبراهيم تنبُت لكم في النار جنات النعيم يا أمة الإسلام فانتفضي فإن الجُرح غائر والجمع مذفقد العقيدة فهو مضطربٌ وحائر وجريحنا الأقصى هوى وديس بالحوافر فهناك تعبث في جوانب أرضه عُصب الكوافر وتسومهم ذلًّا وخسفًا كالبهائم في الحضائر يا أمتي فلتنفُضي عنك الغبار وتستعِدِّي ولتنفِري نحو الجهاد بكل إقدامٍ وجدِّي إن الجهاد به نردُّ لجاجة الخصم الألدِّي وبدونه نبقى على ما نحن من أخذٍ وردِّي يا رب أيقِظ أمتي حتى تعود إلى رحابك يا رب أيقِظ أمتي حتى تعود إلى رحابك واهدِي الولاة لكي يسوسُوها بوحيٍ من جنابك وأمِدَّها بالنصر ليس النصر إلا من جنابك هذه بعض دروسٍ من هذه الغزاة العظيمة غيظٌ من فيضٍ وقطرٌ من بحر وكُتُب السيرة تفيض بذلك فاتقوا الله وعوها وطريق أسلافكم اسلُكوها عودوا فالعودُ أحمد وصلُّوا وسلِّموا على نبيِّكم محمد فقد أمرتم بالصلاة عليه إن الله وملائكته يصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلِّت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الشرك والمشركين اللهم أصلِح من في صلاحه صلاحٌ للإسلام والمسلمين وأهلِك من في هلاكه صلاحٌ للإسلام والمسلمين اللهم أبرِم لهذه الأمة أمر رشد يعزُّ فيه وليُّك ويذِلُّ فيه عدورُك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا حي يا قيوم اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون يا من دبر الدهور وقدر الأمور وعلم هواجس الصدور يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه تجيب المضطر وتكشف الضر وتغفر الدم وتقبل التوب لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة تعز فيها أولياءك وتذل أعداءك يا قوي يا عزيز اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا قصد أحدا سواك اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك اللهم أعطنا ولا تحرمنا وكلنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عن من أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه ودمره ومزقه وززل الأرض من تحت قدميه اللهم لا ترفع له راية واجعله لمن خلفه آية اللهم اكشف أستاره وافضح أسراره ودمر جنانه وقوِّض دنيانه يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز ربنا لا تزق قلوبنا بعدين هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك في حاجة إلى رحمتك وأنت فيغنا عن عذابنا اللهم فجأزنا بالإحسان وإحسانا وبالإساءة عفو وغفرانا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قامت بتسديل هذه المادة تسديلات الإمام البخاري الإسلامية مكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن هاتف رقم خمس أربعة ثلاث أربعة اثنين ستة سبعة ثلاث أربعة ثلاث أربعة تسديلات الإمام البخاري الإسلامية تسديلات الإمام البخاري الإسلامية